أنا دائما أقول أنه كأن الله تبارك وتعالى يقيم على كل أهل تخصص مجموعة من الناس كأنهم حج عليهم عندما يأتيني طبيب ويقول أنا مشغول بالمهنة بهذه الوظيفة أنا سأخرج له مجموعة كانوا عندنا مجموعة من مانشستر هل تعلم أن أكثر مؤسسات الإسلامية في مانشستر جزء منها اللي قاموا بهم ناس من رجال الأعمال من الأطباء من المهندسين الناس الذين كانت ولكن يجتمعوا مجالس أمنا واجتماعات أسبوعية واجتماعات شهرية وينجزوا في أعمال ويبنوا في مؤسسات ويتحركوا هناك أطباء يعني أنا أعرف أحد الأطباء جلس أربع سنوات في بريطانيا ختم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى بل أعرف جزء كبير منهم لا يغيبون أبدا عن صلاة الجماعة بأي حامل الأحوال إلا في أن يكونوا في حرات العام إذن كأن هؤلاء حج على من عندما يقول الطبيب أنا كنت مشغول وأنا ما استطعتش أحافظ على ديني ومستشفى وفتنة وعري نقول له هذا طبيب بنفس الوظيفة وبنفس الانشغال حافظ على دينه من الفتن وحافظ على نفسه من الشهوات هذا مهندس عاش نفس الأمر هذا إنسان عامل عامل ويشتغل في مطعم أو كذا وحافظ هؤلاء جميعا يكونون حج على من يقوم بالمهنة من أمثالهم هذه تقريبا خلاصة عملية ليست فقط نظرية يمكن لكل شاب أن يحولها إلى برنامج عمل وإلى حالة حراك في حياته حتى يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ويستعيم أولا وآخرا الاستعانة تكون بالله تبارك وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل والصبر والاحتساب الصبر 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 والثبات الثبات الثبات